تباحث بالرباط وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد مع نظيرته الإكوادورية السيدة روزي برادو دي هولغوين حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات السياحة والنقل الجوي والثقافة نقول في هذا اللقاء إمكانية التعاون في المجال السياحي كذلك في المجال للنقل الجوي وتفقنا أننا نوقعه في القريب اتفاقية دي الملاحة الجوية واتفاقية في السياحة اللي كتتعلق بالتكوين كتتعلق هذه باستراتيجية دي التنمية السياحية وتذكرنا كذلك على إمكانية إنشاء أسبوع تقافي في الإكوادور للمغرب وكذلك إمكانية إكوادور باش تنطم كذلك واحد الأسبوع تقافي هنا في المغرب تناولنا خلال محادثاتنا المطولة مع السيد الوزير عدة نقاط من قبيل التعاون الدولي والسياحة ونحن نروم من خلال هذه الزيارة جذب المزيد من السياح المغاربة نحو الإكوادور وخلال هذا اللقاء عبر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين المملكة المغربية والإكوادور في مختلف القطاعات خاصة السياحة والنقل الجوية والتكوين كما تباح ثاسبول تحقيق هذه الأهداف وتقوية روابط الصداقة بين البلدين